بنفي منظمة الصحة العالمية وجود دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا أصبحوا محصنين ضد المرض تكون المنظمة نسفة الفائدة المتوقعة من نظرية مناعة القطيع التي عولت عليها دول مثل بريطانيا والبرازيل وإيران وبينما كانت بعض البلدان تستعد لإصدار بطاقات شفاء أو جوازات مناعة كسبيل لجعل المحصنين قادرين على العودة إلى العمل أو السفر فإن التحذير الذي أصدرته المنظمة يكاد يكون بمثابة ضربة قاضية للأمل بأن تتوفر حماية كافية للذين تعافوا من أن يوفروا سدا يمنع المزيد من تفشي المرض على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن المتعافين لديهم أجسام مضادة ولكن لم تثبت أي دراسة أن الأجسام المضادة تمنح مناعة ضد العدوى اللاحقة الدلائل العلمية التي قدمتها المنظمة قالت أن الذين تعافوا من المرض يمكن أن يصابوا به من جديد وهو ما يعني أنهم يمكن أن يساهموا في نشر الوباء بدلا من الاعتقاد السابق بأنهم سوف يوفرون جدار حماية للآخرين وبرغم أن المنظمة قالت أن دراساتها ما تزال تحتاج إلى مزيد من التحقق لتحديد دقتها وموثوقيتها إلا أن التحذير يشير على الأقل إلى أن نظرية مناعة القطيع التي أثبتت فاعليتها في أمراض أخرى ليس هناك الآن ما يثبت فاعليتها مع الفيروس كورونا اشتركوا في القناة